بحث معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال زيارته إلى جمهورية بولندا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الإماراتي البولندي والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس البولندي أنجي دودا بحث معاليه مع معالي ماريك غروبار تشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية البولندي بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين لسيما في مجال الاقتصاد البحري والبنية التحتية وأشاد معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي خلال اللقاء بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين خصوصا في مجال الاقتصاد البحري والبنية التحتية